يوم مفرح لعم عبد الرحمن وهو يعاين إحدى أبقاره رفقة أعوان الدرك الوطنية والتي سرقت منه منذ يومين لم يصدق نفسه وهو يرى مواشيه تعود إليه مرة أخرى بعد تمكن أفراد الدرك الوطنية من تفكيك عصابة وطنية لسرقة المواشية تمكنت وحدات الكتيب الإقليمي للدرك الوطني بقصر بخاري من تفكيك شبكة أشرار وطنية تنشط عبر أربعة ولايات تحترف عملية السرقة بمختلف أنواعها بما فيها سرقة المواشي العملية أصفرت على توقيف عناصر الشبكة المتكونة من تسعة أشخاص تتراوح عمارهم من 28 و 61 سنة والسرجاع لـ 31 رأس من البقر سلالة محلية وحجج شاحنتين كانت تستعملين في نقل المواشي المسرقة بالإضافة إلى معرفة بعض أمكن التخزين المسرقات من المواشي التحقيق متواصل بعد أن تم إختار الجهات القضائية المختصة تعتبر هذه العملية الثانية من نوعها والتي فككت فيها أربعة قضايا إضافة إلى عمليات سابقة كشفت خمسة قضايا أخرى بفضل سياسة التبليغة كما ندعو المواطنين لتبليغ عن أي فعل إجرام يمس بممتلكاتهم وذلك من خلال الوسائط الموضعة تحت تصرفهم من خلال الاتصال بالرقم الأخضر عشر خمسة خمسين وموقع الشكاوى المسبقة ببيجيان أمديان لم يجد هذا الشيخ ما ينهي به كلامه سوى هذه الدموع لكنها اليوم دموع فرح لا حزن بفضل عيون رجال ساهرة لا تنام